تاريخية كانت جلسة انتخاب الرئيس اليوم ما سبقها وما حدث فيها يجعلانها استثنائية في تاريخ الجمهورية بمعزل عن الرئيس المنتخب المعتذرون لا أحد ففي تاريخ لبنان لم يجري رفع جلسة انتخاب قبل انتخاب الرئيس إلى يوم آخر كما جرى في جلسة الثالث والعشرين من نيسان عام 2014 التي سبقت جلسة اليوم مرة وحدة رفعت فيها جلسة انتخاب الرئيس ربع ساعة فقط وذلك عام 1989 انتخاب رئيسي الجمهورية يجري إذا نعمل مقارنة كما يتم انتخاب الحبر الأعظم من قبر الكرادلة بروما بيقعدوا بقوضة وحدة وبيبلشوا دورة اقتراع وراء دورة اقتراع حتى يخرج الدخان الأبيض المرة الوحيدة التي علقت به الجلسة لمدة زمنية محدودة جدا كانت بين دورة الاقتراع الأولى ودورة الاقتراع الثانية خلال انتخاب الرئيس الراحل رونام عوض عندما رفعت الجلسة أو علقت الجلسة لربع ساعة للتشاور بين المرشحين الثلاثة اللي هن رونام عوض مع حفظ الأقابل ياسل هراوي وجورج وجورج سعدي أما الصوت الزائد الذي وجد في الصندوق خلال الدورة الثانية وألغي بسببه التصويت فكانت هذه الواقعة هي الثانية التي تحدث في تاريخ مجلس النواب إذ عرف اللبنانيون واقعة مشابهة قبل 46 عاما وللمفارقة فإن النائب عبداللطيف الزين كان شاهدا عليها أيضا سبق وحدث هذا الأمر بالعام 1970 بدورة الاقتراع الثانية عندما وجد في الصندوق مئة ورقة محل 99 ورقة فكان النقاش وقته هل تعتبر هذه دورة اقتراع ثانية والدورة اللي بعد دورة اقتراع ثالثة أو لا حسم الأمر وحسم الرئيس صبر حميدي واعتبر أن هذه الدورة ملغات لأن عدد المغلفات أكبر وأعتقد أن مجال اليوم صحيح بهذا المجال ميريام كلينك ورقة ملغاة ما يجعل هذه الجلسة تاريخية أيضا ليست تصويتة لميريام كلينك بل إلغاء الورقة التي تحمل اسمها فالكلينك تستحق صوتا كأي مواطن لبناني الدستور اللبناني لم يتحدث عن إلية للترشح أو بمعنى آخر أبعد من هيك لا يوجد مرشح لرئاسة الجمهورية من ناحية القانونية ومن ناحية الإدارية أي مواطن لبناني يمكن أن يحصل على صوت وهذا الصوت طالما هو على قيد الحياة وليس محكوما ومحرومة من حقوقه السياسية يحصل على هذا الصوت ويتم تسجيله في محضر الجلسة هي جلسة استثنائية بكل تفاصيلها فهل ينطبق ذلك على العهد الجديد ويكون استثنائيا أيضا؟ نعيم برجاوي قناة الجديد